كابتن خالد عايزة ابدأ معاك في الحديث انت طبعا تكون طبعا عايزة تبدأ بالتعزية الخالد بو الطيب طبعا انا طبعا وعندي شوات حاجات عايزة اقولها الاول طبعا بس انا عايزة اقول طبعا يعني بعزي النجم الجميل خالد بو الطيب في وفاة والده وعايزة اقولك حاجة ده بالاحساس خالد بو الطيب تحس ان هو بني ادم تربي اه جدا اقسم بالله بص انا اتعملت معاه مرتين سلمت علي يشوف لكن بتعرف اللعيب المتربي من تشرفاته داخل الملعب صحيح وش بشوش تحس انه طيب جدا حتى ما بيجي يعترض على الحكم اه تحس كده يعترض واحد مؤدب صحيح يعني فهم واحد بيقى نرفه مش عالي نرفه مش عالي واحد مؤدب وضحكته فيها نوع من السماحة وهو على فكرة معظم اهل المغرب كده اه اقسم بالله انا ما باهظ طيبين جدا معظم اهل المغرب طيبين جدا 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 احداد كده وبيعتزوا بعدادهم وتقالدهم ومحبين لكل الناس بما فيهم طبعا المصريين بالذات احنا سعداء جدا بوجود خالد بطيب عندنا وحميد احداد من المغرب زي ما احنا سعداء بنجوم تونس عندنا ولكن انا من كل قلبي بعزيه بقوله ربنا يرحم والدك ويجعل الجنة مكانه ان شاء الله خالد زي ما انت قلت في البداية يا احمد ان هو سافر يدفن والده يتقبل العزاء يتقبل العزاء ويدفن والده ويرجع نعم ويرجع عشان يعاود عمله وشغله وربنا يكون فعونه وربه ويصبره الموضوع صعب جدا هو عاد صعب جدا بالزبط كده بس هو محترف يعني اعتقد ان هو خالد يعدي بسرعة المرحلة دي بس انا انا مريت بدا يا احمد اه انا والدي توفى والدتي توفت لعبت تاني يوم تاني يوم كنت في معسكر كنت في معسكر في معسكر وطلعت من معسكر رحت دفنت والدتي دفنت والدتي ورحت ورجعت اقسم بالله اللي عبقت ملعب تقريبا انتحاد عصمان او حاجة زي كده وانا في الملعب انا بجري في الملعب ومدموعي عمالة انسل اه كان المطش ده كان في استاد المقول العرب برافو عليك احمد صح كده برافو عليك احمد جرت انت جون يوميا برافو عليك احمد